اهلا اعزائي المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور اصلي من كل قلبي نور المسيح يشع في حياتك وتتبدد كل ظلمة وتعرف هذا الشخص الرائع الفاذ الفريد حديثي في هذه الحلقة اخوتي واخواتي حول موضوع في غاية الاهمية كيف اكون مقبولا عند الله وهذا سؤال الاجيال وهذا السؤال طبعا اللي بيبحث عنه الجميع سواء فلاسفة وحكماء سواء يعني بشر من سائر الاديان وكل انسان فعلا بحب الله عم بيحاول يحظى ولو قبس ولو شيء بسيط من انه يعرف انه الله قابله انه الله رض فيه انه الله دعاء انه الله احبه انه الله قابله فالانسان بحاول يستخدم وسائل كثيرة حتى يصل الله من قديم الايام الديانات الاولى حتى من ايام قائن وهبيل فالتنين بحاولوا يرضو الله ولكن لاحظ بالنسبة لقائن الله رفض ذبيحة قائن لانه ذبيحته كانت ذبيحة ذاتية ذبيحة بتعتمد على تعب ايدي وتعب الارض وذبيحة لم تكن بالايمان لكن بكل بساطة الكتاب يتكلم عن ذبيحة هبيل انه بالايمان قدم هبيل ذبيحة وطبعا الكتاب يتكلم عن هذا الايمان الذي يرضي الله